لا طعم للعيد بدون أبي عبارة كتبتها طفلة العقيد إحيال عيزري بعد أن وجدت نفسها في يوم العيد أمام بوابة سجن الأمن السياسي بصنعاء تمني نفسها بالقرب من فرحتها التي سلبتها إياها الميليشيا آية ومثلها الكثير من أطفال المختطفين يمر عليهم العيد هذا العام فاقداً لبهجته مليئاً بالخوف والرعب خصوصاً وأن ذويهم لازالوا مختطفين ومخفيين في أماكن يمنع عنهم زيارتهم بل حتى أنهم يجهلونها وعود كثيرة أطلقها المبعوث الأممي تقضي بإخراج المختطفين قبل رمضان إلا أن ما لمسه الأهالي كان العكس تماماً فها هو رمضان قضى وهم ما زالوا مختطفين بل ونقل بعضهم إلى أماكن مجهولة لتقف الأسر بحيرة متسائلين عن ماذا يمكن أن يشفع لهم عند ميليشيا فشلت معها كل سبل الحل ولم تحترم حرمة شهر ولا قدسية مناسبات